اشتركوا في القناة الثمار اللي بيبقى جواها البزور. الثمار دي خلي بالنا ان هي ثمار خشبية. يعني عاملة زي الخشب بالزبط. فبتبقى قوية جدا. وفي نفس الارتة بتبقى كتيرة جدا. فالشجرة دي انا مش محتاجة اشتري بزورها. انا يا دوبك لو شفت اي شجرة في الشارع ممكن اقطف ثمرة او اتنين هيبقى فيها عدد لبأسة بيه بالبزور. ممكن ابتري اعمل لها تقاصر على طول بالبزور. تمام. دلوقتي انا عندي ادي الثمرة بتاعتها. خدتها من شجرة او من شجرتين علشان اه ما بحبش دائما اخد من شجرة واحدة يمكن تكون الشجرة دي لها مواصفات مش حلوة او كده. فخدت دول من شجرة ودي من شجرة تانية خالص. واضح ان فيه اختلاف شكل الثمر بس مش مهم. الشجر انا لها في الاول في الاخر الشجرة اللي بقطف منها شكلها ايه. فطبعا خدتها من شجرة شكلها لطيف. ما فياش اي امراض. شجرة كويسة. عايزين نبتري نفتح الثمرة دي. لو حاولنا احنا نكسرها او بتاعها انها شفة جدا. نشفة جدا جدا لكن بتتفتح بطريقة تانية ان احنا نجي سكينة قوية. من تكونش سكينة بتاعت جيبنة وكده لأ تبقى سكينة قوية. او اجنة بتاعت حيطة او بتاع. وان احنا نيجي على الفلقة. هي بتبقى مفلوقة. من هنا لان الثمار دي. عاملة زي شجر السيسبان كده. هي بتطرقع او بتفرقع لوحدها. وكل البزور دي بتتنطر في الارض لوحدها. فاحنا طبعا بنحصد السمار البزور قبل ما تفرقع طبعا. فبتبقى مشقوقة من اليمين وشمال دي علامة طبعا من مض. نحاول ندخل السكينة. ما بينهم. طبعا الموضوع بيبقى صعب شوية في الاول. لكن نحاول ندخل السكينة. ما بينهم. او اي حد اه 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 مش مهمة تبقى حدا مهمة تبقى قوية. ادي هذا بزور البوانسيانة. لها جزء ناعم ولها جزء ثاني في شوكة او في سن طيب في اكتر من طريقة لانبات البزور اجيب البزور واجيب الصافة واجي عند السن المدبب ده واروح قاطع بحيث اننا مقزيش اللي جوه بس هتأكد ان المياه دخله او ممكن اشرت كمان بالقصفة كده كده شرط ما قطعتش شرط خدشت لان هي بتبقى عليها طبقة شمعية بتمنع تكون الجدور او بتمنع اي حاجة تخش جواك انها محطوط عليها بلستر كامل او غطسة جوه بلاستيك سايح او مشمع سايح فدي لما انا اشرت الكلام ده كده المياه بتتغلغ الجوه وتبتدي هي تنبت مع نفسها نيجي نعمل كده في اكتر من واحدة ونقوم نقعينها في المياه يوم مياه برده برده وهنا بعد مرور يومين ادي البذور الطبقة الشمعية اللي بنقول عليها على البذور اتشققت فعلا البذرة كبرت الدعف تقريبا وطريت شوية انا ما بضغط عليها والله انا احسس انها ممكن تاخد يوم كمان ودي بعد يومين او ثلاثة في الفوتا البذرة نبتة يعني اطشناها اعطناها يومين في مياه عدية خالص الطبقة الشمعية اللي عليها اه اتشققت حطناها يومين في الفوتا يعني اجمال الانبات من اربعة لخمس ايام بالكتير جدا بالطريقة دي ودي اسرع طريقة ممكن ننبت بها بزور البوانسيانا تمام وهنا بعد يومين كمان ادي اربعة ايام في الفوتا بعد يومين نقع في المياه اربعة ايام في الفوتا عملوا كده البذرة نعمة خالص هتبتدي تشق بقى خلال يومين او ثلاثة عشان تطلع الجرعة من خضره هنسيبها برضو هنا علشان التجربة لحضراتكم تشوفوا شكل الشجرة كلها ايه ودي بعد يومين كمان طبعا معدل الانبات قوي جدا والنموة نفسها قوية جدا يعني زرعة بالقوة دي كده تبقى اربعة ايام بس من لحظة الانبات يعني من ساعة مكانة بذرة وانا بخربشها تدنقل بقى دلوقتي في الكبايات خلوا بالكم البذور علشان ما تكسرش هنجيب البذور الجميلة بتاعتنا المنبتة بس قبل ما نشتغل عليها لازم نروي الاوي الكبايات التشتيل لو تاخدوا بالك انا مش مال الكبايات لحد الاخر اوي وهروي فالمية هتدك التربة هروي الحد ما المية تنزل من تحت الكبايات ومن تحتك تشو مية كتير لان اساسا هتاخدش تربة كتير بعد ما حط البذور مش هروي كده هروي بالبخاخ فانا عشان كده بحب بروي قبل ما احط البذور بأي قلم او بصبعنة او بحطة خشبة اخرم مكان الجدر اللي هيدخل اضطينا عشان ما ضغطش على الجدر فيقوم يتكسر وامسك البذرة بالجدر مجرد كده وبعد كده اردم عليها بالتربة طبعا الشجرة قوية جدا او كده اخلصهم واحد قال لي انا ما عنديش بخاخ اعمل ايه بسيطة اجيب ازازة المية وعلى ايدي افرح يدي كده شوية واعمل كده او اجيب كبايات بتاعت التشتيل العادي خالص اللي انا خارمها اصلا اروح اعمل كده وادلق فيها موضوع بسيط الشجرة كوية جدا وعايزة ان هي طبعا ما تتزرعش في كبايات صغيرة زي دي انا بس بشتل فيها اشوف معدل النبات ونجاح النبات يعني اول ما النبات هيطلع ورقتين ويبتدي يطلع الورقة الورقتين الفلقيتين الاول ويبتدي يطلع الورق الحقيقي بتاعه هتلاقي على طول الجدر بتاعه مسك تحت الكباية ولفة على طول هننقله على طول لان هي شجرة كبيرة مش مستحملة ان احنا نعجزها بكباية صغيرة لا تماطم ولا فلفل ولا بتنجان ده شجرة كبيرة جدا زيها زي نوى البلح ونفس الكلام هنعمله في البوانسيانا وفي الجاكراندا وبنعمله في اي نوع من انواع الشجر الكبير على طول ما بنسيبوش ان هو يلف ويقف ان هو يحصل له تقزم او يحصل له شيوخة مبكرة ولا يحصل له اي حاجة احنا على طول بنخلص على بدر بدر على طول وخلينا نشوف كمان يومين ثلاثة هيحصل ايه في الزرق وبعد كده نتكلم بعد 14 ساعة معدل النمو ممتاز طبعا اللي تخطط في ازازة معدل النمو ثلاثة وليات عن اللي تخطط في كوباية معدل النمو ورقتين ولسا الثالثة بتقول ياهادي اسمها شجرة خيمية يعني ايه خيمية؟ شجرة بتبقى مرتفعة جدا عن سطح الارض بتطول ارتفاع لحد 15 متر ويمكن اكتر يعني حوالي خمس دوار او اكتر توسع بشبه الشمسية او شبه الخيمة ممكن تعمل خيمة او شمسية بنص قطر حوالي 7-8 واحيانا بتوصل لحد 10 متر بيستخدموها دايما في الحضائق بيستخدموها في او اماكن الانتظار السيارات علشان تضلل على العربيات وكده ميزة الشجرة دي اولا ان هي شكلها جميل جدا 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 لان هي معظم الظهور اللي بتطلع فيها بتبقى اما باللون الاحمر الغامق اما الاحمر الفاتح كمان جدورها مش تقيلة الجدور ما بتقزيش الاساسات مع انها شجرة كبيرة جدا لكن جدورها خفيفة وفي نفس الوقت جدورها مش سطحية اوي فما بتاكلش المنطقة اللي حواليها في المزرعات يعني لو زرعت تحتها انجيلة لو زرع اي شربس ما بتاكلهاش ما بتقتلهاش لان الجدور بتاعتها عميقة لحد المشوية في نفس الوقت الشجرة دي انا اقدر ازرعها في البيت او على الروف زرعتها على قد حجم القصيس هيبقى فيه جدور وعلى قد جدور على قد النمو الخضري فوقها ميزة الشجرة دي كمان ان هي ممكن تستحمل الجفاف او قلة الري تسميت بتاع الشجرة دي قليل جدا يعني يا دوبك الخدمة الشتوية الطبيعية بتاعت اي شجرة في الدنيا وممكن كل تلات اربع شهور نديها شوية ام بي كي ولو ما حصلش مش هتفرق قوي ما احنا مسمدين سماد عضوي اللي هو الشتوي اخر حاجة ميزة في الشجرة دي ان هي شجرة نفضية او متساقطة الاوراق يعني بتنفض ورقها او بتوقع ورقها في الشتا وفي مرحلة السكون يعني الشجرة دي بتسمح بدخول الشمس في الشتا عشان نحسب التدفئة يجي الربيع زيها زي الشجر اللي هو متساقط الاوراق زي العنب زي الخوخ زي تفاح زي الرمان بتبتدي تطلع ورق جديد تبتدي تطلع اظهار جديدة وتبتدي تدينا الشكل الجميل طول الربيع وطول فترة تصيف لحد الموجة الحرمة تكسر على بداية الخريف تبتدي الازهار تقل ثم يبتدي الورق بتاعها يقع على نص الخريف او اخر الخريف يكون الورق كلها وقع وتبقى تسمح بدخول الشمس ولحد هنا اكون خلصت جزء الاول من زراعة البوانسيان الحمراء البذور ومراحل نموها وشكرا لكل متابعين القناة ومشاهدين الفيديو ده واتمنى انتم متفوتوش الفيديوهات الثانية وانتظروني في الجزء الثاني شكرا وسلام عليكم